السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومرحبا بكم في هذه الندوة الجديدة في نهاية هذا الشهر الكتير مهم كان هنا معكم أشرف العايد وهذا خاص هذه الندوة لشركة أوربكس شكرا لكم وشكرا لحضوركم معنا كنا رح نتكلم وكنا متحسمين لقرار البنك المركزي الأمريكي ليوم غد وبيانات الوظائف الأمريكية يوم الجمعة ولكن حدث الكثير في اليوم الأول واليوم الثاني من هذا الشهر دقيقة لو سمحتم ترجمة نانسي قنقر نعم فالآن هالإشي واضح كله واضح الآن؟ نعم فإذا نشوف هنا ماذا يحدث للدولار فعم نشوف أنه فيه هناك هبوط حد للدولار وقبل أن أتكلم عن قرار البنك المركزي الأمريكي بس أريد أن أقول يعني ماذا ماذا يحدث هنا في ماذا حدث؟ فمن الأول إشي يوم يوم الاثنين شفنا هبوط حاد في اليورو والهبوط الحاد في اليورو لما نزلنا إلى دولار وستة وخمسة وثمانين ستذكروا يعني نزلنا إلى هنا والهبوط الحاد كان له يعني سببين السبب الأول أنه البنك المركزي الأوروبي فيه هناك عضو من البنك المركزي الأوروبي وأصدر قرار وأصدر يعني تصريح قال أنه رح نأخذ وقتنا قبل ما ننهي التيسير الكمي على الرغم من أنه فيه هناك الارتفاعات في تدخم الأسعار وهنا عارفين أنه لم يكن فيه هناك يعني ارتفاع في تدخم الأسعار فهذا سيدعو لوقف التيسير الكمي وسيحط البنك المركزي البنوك المركزية تحت ضغط أنه يرفعون أسعار الفائدة ولكن لما الأعضاء البنك المركزي الأوروبي يقولون هذه ليس مشكلة التحسن والارتفاع في تدخم الأسعار ليس مشكلة لأنه يهتي معظم يأتي من عوامل مثل الارتفاع النفط والارتفاع الطاقة فيقولون أنهم لا يعتقدون أن هذا الارتفاع في تدخم الأسعار سيطول ويعتقدون أنه لازم يكون هناك ارتفاع زيادة عن لزوم ولا أكثر من 1.3 أو 1.4% قبل أن يأخذون بعين الاعتبار انهاء أو تقليص تيسير الكمية السبب الثاني سيداتي وسائلتي ولازم تفهموا منيح منيح ولازم تسمعوا السبب الثاني لأنه أكيد رح يرجع السبب الثاني لهبوط اليورو يوم الاثنين لما نزلنا إلى دولار وستة وخمسة وثمانين أنه هناك ماذا يحدث في الانتخابات الفرنسية وهو العضو يعني اللي كان يتوقعه ويريده السوق يعني خسر في الانتخابات في الجولة الأولية واللي ربحها أنه واحد اللي يمثل الحزب الاشتراكي والأسواق لا تريد ولا تميل نحو الأعضاء والمرشحين من الحزب الاشتراكي فهذا يعني يعطي كثير أسئلة ماذا يحدث الآن ولكن سيداتي وسارتي بعدين شفنا ارتفاع في اليورو أو نقولها بكلام تاني ليس ارتفاع في اليورو ولكن هبوط حاد في الدولار وشفنا ارتفاع حاد في الذهب والنفط والسبب الرئيسي سيداتي وسارتي انه شفنا السبب الرئيسي انه شفنا الهبوط في اليورو هو انه في واحد عضو من سياسة ترامب اسمه بيت نافارو وهو يمثل الناشنال ترايد اوفيس هو يعني يتابع لوزارة يعني وزارة الأعمال وهو يتولى بإدارة الأعمال التخارجية والواردات والصادرات واتهم ألمانيا بأنه ألمانيا تقود سياسة في تخفيض قيمة اليورو زيادة عن اللزوم وألمانيا تتخذ سياسة ذو تخفيض اليورو زيادة عن اللزوم هلأ نحن نعرف انه ليس الحكومات ولكن البنك المركزي الأوروبي هو الذي يتحكم في اليورو والذين يريدون قوله انه انه ألمانيا وراء قرارات البنك المركزي الأوروبي انه وراء كلها التيسير الكمي الذي يؤدي إلى تخفيض اليورو ولكن الكلام هذا ليس له قيمة كبيرة لأنه كما تعلمون انه الأعضاء الألمانيين من البنك المركزي الأوروبي الأعضاء الألمان من البنك المركزي الأوروبي هم الوحيدين اللي هم ضد الاستئناف والمواصلة في التيسير الكمي ولكن لماذا هذا الكلام أثر إلى هبوط الدولار لأنه سيداتي وسارتي ماذا حدث انه الآن هذا مبرر آخر ويعني دليل آخر انه ترمب ورئاسة ترمب لا تريد الدولار قوي فلما يتهمون البلدان الأخرى انهم هم يخفضون عملاتهم فيعني بالعربي انه رئاسة ترمب تعاني من قوة الدولار ولما نسمع ذلك ولما المتدولين في الأسواق المالية يسمعون ذلك ويستنتجون بذلك فيلجأون إلى بيع الدولار والآن فيه هناك عامل آخر سيداتي وسارتي فيه عامل آخر هلأ ندخل في تشارت بعد قليل ولكن سيداتي وسارتي انه لازم فيه هناك عامل آخر والعامل الآخر انه الذي يمكن ان يؤدي الى هبوط حات الدولار وهو ماذا سيحدث غدا ماذا سيحدث غدا في قرار لقاء البنك المركزي الأمريكي اوكي قرار البنك المركزي الأمريكي سيبدأ سيأتي وسيصدر الساعة العاشرة مساء بتوقيت السعودية يعني الساعة 11 مساء بتوقيت دبي فسجلوها الساعة العاشرة بتوقيت مكة المكرمة غدا ستنطلق اللغة رفمات يعني الدقيقتين دقيقتين قبل الساعة عاشرة يعني تسعة وثمانية وخمسين تسعة وسباية وخمسين بتوقيت مكة رح نشوف التحركات قوية في اليورو وسيداتي وسارتي الأمور ستكون أبسط ستكون المرة هذه أبسط في الأمور هذه ستكون أبسط وليس معقدة كما كانت في شهر 12 لأنه اللقاء هذا لقاء وقرار البنك المركزي الأمريكي لن يكون فيه مؤتمر صحفي من جانت يلن لأن المؤتمرات الصحفية تعطيهم أربع مرات بالعام في شهر 3 شهر 6 شهر 9 شهر 12 والسبب الآخر أنه الإشي يعني رح يكون ستريت فوروود مش رح يكون يعني كتير معقد أنه وسأشرح ماذا أعني بمعقد وليس معقد وفي إشي تاني أنه التنبؤات أيضا التي تظهر كل ثلاثة أشهر من قبل البنك المركزي الأمريكي لن تظهر في لقاء غدا فأنتم لما بتتداولوا الآن لازم وأنا رح أحاول أحطها بالتغريدات باللغة العربية رح أحطها بالتغريدة لأنه أنا عم بتداول بالأسواق هذه ولكن بنفس الوقت رح أغرد لما يطلع قرار البنك المركزي الأمريكي ورح أغرد بالإنجليزي ورح أحاول أغرد بالعربي الأهم إشي والأهم إشي هو أعتقد أنه هل في الثلاثة فقرات والأربع فقرات التي ستصدر من البنك المركزي الأمريكي هل سيكون فيها جملة أو نقاط التي تدل التي تذكر قوة الدولار فلا تنسون لا تنسون إحنا داخلين في العام هذا وداخلين في قرار غد الذي سيفتح الباب ويفتح النافذة وينظف الطاولة ويرتب الطاولة لكي البنك المركزي الأمريكي يرفع أسعار الفائدة كما كان هنا كما كان هو متوقع في شهر 12 إنه يرفعهم مرتين أو ثلاثة مرات فهذا لازم يكون فبيان البنك المركزي الأمريكي لازم يتكلم عن التحسن في تضخم التحسن في النمو الأمريكي والتحسن في معظم البيانات الأمريكية التي أتت معظم البيانات الأمريكية التي أتت في آخر ثلاثة أسابيع كانت جيدة وكانت قوية فهذا سيفتح الطريق لرفع الفائدة إذا تسألوني أنا هل سيكون فيه هناك رفع الفائدة قبل شهر 3 أو شهر 4 لا أعتقد ذلك ولكن السؤال إنه هل سيكون فيه هناك يعني كلمة أو جملة في البيان التي تقول أنه ولكن تقول أنه على الرغم من أنه فيه هناك تحسن ملحوظ ولا تحسن متواصل في الوظائف الأمريكية وتضخم نعتقد أنه فيه هناك أنه تأثير أنه الدولار القوي بدأ يلعب تأثير سلبي على تضخم الأسعار أو يمكن أن يذكرون الدولار أنه يعني بسيرة أو أخرى يذكرون قوة الدولار الإشي الثاني ولا أعتقد أنه هذا سيحدث سيداتي وسائلتي لا أعتقد أنه هذا سيحدث ولكن يمكن أنه يمكن أنه البنك المركزي سيذكر بطريقة مختصرة بطريقة مختصرة العدم الشفافية وأنه ما فيه شفافية في سياسات الرئيس الحالي ومشترحين يذكره باسمه ولكن هناك كثير كلام لأنه سيداتي وسائلتي ارتفاع الدولار وارتفاع الأسهم وارتفاع العوائد الذي بدأ بشهر تسعة مبني على هدف واحد ومبني على ديناميكية واحدة وديناميكية واحدة هي أنه سيكون فيه هناك نفقات مرتفعة نفقات حكومية ونفقات الحكومية هذه ستعطي انتعاش الاقتصاد وستعطي انتعاش للعوائد ولكن كما رأينا في كثير هناك ثغرات ودورات على المين وعلى الشمال وفي كثير هناك يعني في كثير هناك تراجعات من الحكومة الترمبية أنه يعني كما رأينا في تراجعات على إمناع المواطنين من البلدان المسلمة السبعة وقالوا أنه حتى إذا هدول المواطنين عندهم الـ 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 الإقامة الأمريكية فلن يسمح لهم وبعدين غيروا رأيهم وبعدين وقالوا وقالوا وإذا كنتوا تتابعوا السياسات وماذا وتصريحات ترمب وسياسات ترمبي آخر أسبوعين التراجع هذا الذي حدث ليس التراجع الوحيد وفي تراجعات أخرى وفأعتقد أنه آآ هلا خلينا نختصر الكلمة إحنا عدنا بالـ وعدنا إحنا بالتوصيات وسأدخل الآن بشكل آآ كتير يعني آآ بالتفصيل سأدخل بالداكس ولكن إحنا عدنا آآ توصيات كان عدنا توصيات بيع كان عدنا توصيات شراء اليورو وبعد ذلك بيعناه وسكرناه وبعدين فتحنا بيع ولسه عدنا شراء الدولار مقابل اليان وأعتقد أنه الدولار مقابل اليان بعد حوالي أربعة شهر خمسة شهر رح ينزل ولكن أعتقد أنه لساتنا في موجة تصحيحية فأعتقد أنه لسه رح يرتفع الدولار مقابل اليان وسيرتفع إلى يمكن سيرتفع وبعدين تبدأ ال يبدأ الهبوط الحقيقي ونفس إشي مع الذهب نعتقد أنه سيكون هناك نوعا من ال الارتفاع اللي شفناه في الذهب هذا كتير جيد ومن ناحية الفنية ولكن نعتقد أنه لسه سيكون فيه هناك تراجع يمكن هذا الأسبوع وبعد ذلك يبدأ هذا الأسبوع وبعد ذلك بعد هذا التراجع سيكون فرصة متحسنة وفرصة أحسن للشراء اوكي الآن خلينا بس ندخل بتشارت دقيقة اوكي أول إشي خلينا ندخل خلينا نبدأ بدولاريا سمحونا على الصوت هذا اللي عم تشوف تسمعوه هنا بس اوكي خلينا الآن نشوف نتكلم على دولاريا كيف الصوت الآن اللي ساته واضح طبعا محمد قلت لي محمد قلت لي إنه إذا سيتم هناك ذكر الدولار في بيان غد هل هذا سيكون يعني ضوء أخضر للبيع فأعتقد نعم أعتقد نعم ولكن رح يكون في باية حاد في الدولار ولكن رح يكون في استقرار قبل يوم الجمعة لأن يوم الجمعة سيكون هناك أرقام الوظائف الأمريكية فأريد أن أقول شيء ثاني أريد أن أقول شيء ثاني إذا سيكون في هناك ذكر الدولار ذلك لا يعني إنهم لن يرفعون أسعار الفائدة بالعكس إذا ينزل الدولار والبيانات الاقتصادية تبقى جيدة فيمكن إنه هذا يفتح الطريق لرفع الفائدة بدون 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 أن يكون هناك حاجز الدولار المرتفع كما نعرف إنه لما كان الدولار فوق 103 أو 104 ولما كان الدولار على 1.02 أو 1.03 في اليورو فهذا كان حاجز الدولار لرفع الأسعار الفائدة الآن خلينا بس نتكلم على التحليل الفني وأول إشي هذه التشارت اليومي ما يعني ما فيه فائدة كتير كتير ولكن يمكن أن يقول لك إنه فيه هنا 112 يعني سبور كتير قوي خلينا نبدأ بالعملات وبعد ذلك ندخل في المؤشرات لأنه معظم لأنه الصفقات الرابحة تاعتنا جاية بالبؤشرات الآن ولكن اللي بهمني أنا اللي هو هذا الأسبوعي وفي الأسبوعي كما تعلمون إنه في عندكم الحركة الكبيرة هذه الهبوط من الضروة هذه إلى الهبوط هذا إلى القاع هذا إنه لما وصل الدولار إلى 76% في الفيبوناتشي في خط الفيبوناتشي في حاجز تراجع الفيبوناتشي فتم هناك نوعا من التراجع على الرغم إنه لم يلمس ذلك ولكن إذا نعكس الصورة منعكس الصورة ونوصل إلى 76% دعم فهذا كان تمثل الذهب خلينا نتكلم في دولار الريان الآن أول شي اللي يريد أقوله إنه سيداتي وسارتي الآن وصلنا إلى الدعم هذا اللي هو 112 وعلى الرغم إنه اليوم شفنا 112 8 على الرغم إنه شفنا 112 8 رح تكون صعبة إنه رح ننزل hold way إلى 112 مرة أخرى لأنه 112 هذا هذا رقم يلعب دور دعم ومقاومة بنفس الوقت دعم ومقاومة كثير كثير مهم فماذا يحدث هنا إنه أول إشي لما انزلنا هنا لما نزلنا لما نزلنا اسمعوني مني يا حلو سمحتم لأنه النقطة هذه رح تكون كثير مهمة لما نزلنا من الحركة هذه من الظروة هذه ولما وصلنا إلى هنا بدون شك إنه في هناك نوع من الدعم في هنا دعم إنه هذا يمثل دعم 112 و47 دعم يعني على الرغم إنه كان في هناك كسر داخلي في الأسبوع أغلقنا فوقه وهنا أغلقنا فوقه وهنا أغلقنا فوقه وهنا أغلقنا فوقه أغلقنا فوقه بالعربي يعني هذا صار نقطة قوية هنا أغلقنا تحته وبعدين فوقه فهذا بالعربي يقول يعني لمدة شهر كان هناك نوع من الدعم 112 40 ولكن ولكن في هذا الخط الرقم هذا لم يكن له أي معنى النقطة هذه لم تكن لها أي معنى في سبيل الفيبوناتشي ولكن لما اطلعنا لما سوينا التراجع لما سوينا الارتداد الرقم هذا بدأ يمثل نقطة 50% من الفيبوناتشي من الحركة الهبوط من الضروة هذه إلى القاع هذا وفي الارتفاع في الأسبوع لم يمثل أي مقاومة أي مقاومة أو أي حاجز ولكن على الهبوط في الهبوط الرقم هذا ما ما زال له معنى وكما رأينا انظروا هنا أنه ليس في الأسبوع الماضي ولكن الأسبوع الذي قبله شوفوا هالشمعة هاي الشمعة هاي تقول لكم أنه الفارق بين القاع يعني انزلنا إلى 157 وطلعنا إلى 150 300 نقطة وانتهينا هنا 164 انتهينا فوق 162 وكمان مرة وكمان مرة أخرى انزلنا نزلنا إلى هذا القاع ولكن لم نقصر واسترجعنا أكثر من 250 نقطة واليوم نفس الإشي عفو عفو ولكن إذا بحط stop مش لازم يحط stop مش لازم يحط stop يعني تحت 115 فأظن أموره رح تكون واضحة رح تكون يعني جيدة ولكن هذا إذا يعني بس يعني وضع stop إشي ولكن تحمل الحساب الخسارة إشي تاني ف يعني أهم إشي مش هو stop أهم إشي إنه هل أنت تدرك أين ما هي إلى متى ستكون نقطة تحمل الخسارة لحسابك فإذا أنت رح تدخل بإذا أنت حسابك في 5000 دولار وبتحط خمس لطات خمس لطس رح تروح في دهية بعد 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 عشر النقاط فلازم تعرف كيف ترتب وتوزع تداولاتك وأمورك وأمورك ودخلاتك في السوق الآن لماذا أنا لست متحمس الآن في هبوط على هبوط الدولار يعني لساتني ماني متحمس يعني أعتقد أن الدولار رح ينزل إلى 179 ولكن ليس الآن ليس غدا ليس الأسبوع هذا لسه في الوقت وقبل ذلك لازم أن نرتفع مرة أخرى بعد ننزل هل هذا يمكن سيكون صحيح الله أعلم هل هذا شيء خطير نعم هذا خطير لأنه في مرات لأنه أنا اللي عم بسويه أنا عندي الخارطة أنا أفرض عم بفترض أنه أنا عندي الخارطة لكي أذهب من نقطة ألف إلى نقطة باء ولا من نقطة سين ونقطة صاد المشكلة أنه يمكن السوق فعلا سيلجأ إلى من نقطة ألف إلى نقطة باء ولا من سين إلى صاد ولكن سيأخذ طريق مختلف من الطريق اللي كنت أتوقع فيها وهذه هي اللي في كثير ناس اللي يخسرون مصاري في الأسواق أنه على الرغم من أنه عندهم نفس المعلومة إلى أين سينتهي القطار ولا إلى أين سينهي المطاف عندهم خارطة مختلفة من السوق فالسوق بدل ما ينزل نزلة وحدة ينزل نزلتين ويطلع ثلاثة طلعات وينزل خمسة نزلات وبنفس الوقت كل الستوب اللي يمكن تضرب وكل المارجن اللي يمكن تضرب بتكون ضربت ولذلك فمعرفة المطاف مهمة ولكن ليس أهم إشي معرفة إدارة الأموال كتير مهمة وأسهل إشي أنه الواحد مش لازم يكتر في المارجن وفي الرفع المالي وإلى آخر الآن إذا ندخل في عامل الستوكاستيكس وهو الزخم وهو التغير في الصرعة فنرى أنه على الأسبوع في هناك في هناك تدهور شامل في التغير في الصرعة ولكن إذا نروح في الشهري أو ليس قبل ونروح ونروح صار خلينا نشوف الأسبوع والأسبوع زيداري وسارتي أنه كمان مرة أخرى الخط الأزرق هو مية وثناث وثلاثين 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 سيداتي وسارتي كما قلنا في هناك دعم 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 وهنا دعم 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 وأنا استبتاعي على مية وحداش إذا نروح للشهري خليني أكون صريح معكم يعني أنا عندي الآن عم بتداول أربع حسابات لا إلي ولا أنا استنيين وعلى الرغم من أنه عندي عندي صفقات على المدى الطويل والمدى الطويل اللي أنا خسران فيهم لازم أكبر ولازم أربي ولازم أقوي الحساب وأقوي الحساب من خلال الصفقات ذو المدى القصير فماذا يعني ذلك فلما أبحث أبحث على نقطة مقاومة ولا نقطة دعم كتير مهمة وأدخل فيها وأعمل شراء وبيع وشراء وبيع وأنا عملت ذلك على مية واربعتاش وثمانين ومية واربعتاش وسبعين من حوالي يومين والآن بديت أعملها على مية وثلاث ولكن الواحد لازم يصيب يعني 15 نقطة 20 نقطة وبعدين يسكر ومن المستويات التي يفضل أنه يفضل هذا النوع من التداول في المستويات التي فعلا رح يكون فيها يعني التي تمثل مستويات ذو أهمية كتير عالية في التحليل الفني وأنتم تشايفين أنه هذا النقطة هذا 112 وثمانين إلا أهمية كبيرة فأعتقد أنه إذا رح نشوف هنا في الزخم عم نشوف أنه لسه في هناك ارتفاع في الزخم ولكن في الزخم السريع بدأ يتعب فلما بدأ يتعب رح يأخذ وقت قبل ما أعتقد أنه رح يأخذ كتير وقت قبل ما الزخم رح يكون سلبي على كل على الزخم البطيء والسريع والعادي فهذه هي الفكرة والآن وأعتقد أنه هلأ شوفوا سيداتي وسارتي هلأ حتى إذا البنك المركزي الأمريكي سيذكر الدولار القوي فأعتقد أنه إذا نرجع لليومي يمكن أنه رح نعمل نفس الإشي نسويناه يمكن أنه رح نطول الهبوط إلى مية وحداش وخمسين مية وحداش ستين ولكن لا يعني ذلك أنه بالضرورة سننهي سننتهي في مية وحداش وستين يمكن سننهي فوق مية وحداش أما في اليورو فطبعا الصورة هي التي تحكي كل كل السيناريو فعندكم متوسط الأخضر وهو متوسط مية يوم و لا يمكن أن نحلل اليورو دولار بدون تحليل المؤشر الدولار بنفس الوقت شفتوا الحلوة هاي في شمعة الفوتسي يعني هذا سلبي يعني الواحد اللي ما يعرف يتكلم اللي ما يعرف الإنجليزي بس بتسو بتسو ترجمة للكلمة هذه و يعني مقبرة وهذه الشمعة بالياباني اسمها يعني الشمعة تتكر بمقبرة الدوجي وهذا شهري ولما يأتي هذا على القمة يقول لك أنه سيكون في هناك هبوط ولذلك نحن بيعنا على سبعة تلاف ومئتين وعشرين بيعنا في سبعة لفتين وعشرين والآن الحمد لله عملين أكثر من مئة وعشرين نقطة بس نتكلم عن ذلك بعد قليل قلنا أنه نتكلم عن الدولار مؤشر الدولار واليورو لأنه العلاقة كتير عكسية فلا يا خالد الرجل المشنوق لا هذا ما خلينا نشوف الرجل المشنوق صح الرجل المشنوق لا الرجل المشنوق يعني يعني وين رأس الرجل وين رأسه فوق أو لتحت يعني هذا فهم علي في يمكن تقول رجل المشنوق والناس اللي مش عارفين على إيش على إيش تكلم الناس اللي مش عارفين يعني على إيش تكلم نحن نتكلم عن تحليلات الدوجي أوكي فبس خلينا بس نعمل إيش خلينا نشوف محمد الكوب والمروى الكوب والمروى هاي الكوب والعروى هنتكلم عنه لما يجي وقت وقت الفضة أوكي شوفه غريف ستون دوجي أوكي تكلمنا عليه هذا من الأسبوع من حوالي أسبوعين وأنا حتى حطيتها يعني طيب شوفوا غريف ستون دوجي بتروح الإنترنت بتشوف غريف ستون دوجي كنا نتوقع صورة أكبر ولكن إيجادكم الفكرة فهنا عندكم إيش تاني السيد خالد كان يتكلم عن الرجل المشنوق يمكن يكون رئيس لبلد ولكن والله حرف رئيس دائما المشاو صارين يمكن يشنقوه والله مش عارفين يعني يا أخي خالد يعني رأس الشخص بكون فوق فهذا يمثل رأس إلا إذا إنت بتعرف أنه الناس الرجال لما يشنقوهم يشنقوهم ويعلقوهم من رجليهم فإنت أكيد بتشوف أفلام كتير يعني أوكي فولله تقول إنه رح ندخل بال inverted 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 shooting star هلا هذا رح نتكلم عليه لما نتكلم عن الفرق بين الغريف ستون دوجي وال inverted دوجين ستار إنه shooting star بيكون عنده يعني مربع ولا مستطيل وأما غريف ستون دوجي يكون عنده خط يعني الفارق بين الفتح والإغلاق فارق صغير ولا ليس فارق هل هذا واضح أوكي سأتكلم عن ذلك لما أدخل في الداكس ولما أدخل في الفوتسي ولكن الآن خلينا نتكلم على DXY مؤشر الدولار وهو مؤشر مقابل سلة مقابل ستة عملات و 57% منهم اليورو هذا اليومي اليومي وصلنا إلى متوسط 100 يوم في الدعم واليورو في متوسط الميت يوم على المقاومة أوكي الآن يعني هذا كان نموذج رائع للتحليل الفني إنه كل قاع كان منخفض يعني كل قاع أعلى من القاع السابق فهمين وكل إغلاق مرتفع على الإغلاق السابق وعلى الرغم من إنه هذا الإغلاق منخفض على الإغلاق منخفض على الفتح السابق لا يهم لأنه ليس فقط الإغلاق هذا فوق فوق الإغلاق السابق ولكن القاع تعه أعلى من القاع هذا وطالما إنه القيعان أعلى من القيعان السابق هذا يكون كتير ايجابي. الان حان وقت الصح. ووقت الحقيقة. انه الان الان فيكم تسووا الفيبوناتشي وفيكم تسووا trend lines. وفيكم بتلعبوا بال بال 100 day moving average. هل لا تنسوا انه انظروا هنا. تذكرون هون. هون شفنا كان لقاء لقاء البنك المركزي الاوروبي من شهر 12. وشفنا قفزة كبيرة. قفزة يومية وبعدين نزلنا. والقفزة هذه لما 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 طلعنا احترمت هذا الدعم. وهذا الدعم. وهذا الدعم. مقاومة. دعم. 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 اوكي. السوق له ذاكرة. لا تستهتروا بذاكرة السوق. اوكي. خلينا نشوف الان في الاسبوعي. الاسبوعي شكل رائع. يعني واحد اتنين اربعة خمسة ستة سبعة. سبعة ارتفاعات في اسبوعية. والان فبنظرية التحليل الفني. اعتقد انه ما زال هناك ارتفاعات مؤقتة الى حوالي دولار وثمانية وخمسين دولار وثمانية وسبعين. لانه اذا السوق سيسمع اي اشي اي لمحة نحو الدولار القوي. فرح رح ينزل الدولار ورح يرفع اليورو. ولكن السوق لساته واعي بانه لسا في ارقام امريكية. ورح يكون في ارقام امريكية مهمة يوم الجمعة. والارقام الامريكية هذه ارقام الوظائف. فلا يريد السوق ان يكون اه بايع الدولار زيادة عن اللزوم متعرض لمخاطرة بيع الدولار قبل اهم من اهم البيانات الامريكية. هل هذا واضح? اوكي. هلأ الشمعة هذه اليوم الشمعة الشهرية والشهر ينتهي الشهر ينتهي بعد ثلاثة ساعات وربع ساعة? اقول واكرر. الشهر ينتهي ساعة الخامسة بتوقيت نيويورك. العاشرة بتوقيت لندن. يعني بعد ثلاثة ساعات وعشر دقائق من الان. والسؤال المهم سيداتي وسالتي انه هل في هذا الشهر في الشمعة الشهرية هذه? هل سنغلق فوق الدعم هذا? هل سنكسر الدعم كما يتم كسره حاليا? والنقطة هذه هي دولار سبعة وحداش. واعتقد انه رح يكون مستحيل انه الدولار انه اليورو رح ينزل من دولار وسبعة وتسعين الى دولار وسبعة وحداش في ثلاث ساعات نحو نهاية السوق. اعتقد رح يكون صعب. الله اعلم. ولكن اذا ندخل في الشهري في الزخم الشهري. فهذا ما نراه? الزخم السريع في تحسن. الزخم المتوسط في تحسن. الزخم البطيء لسه في تغير. واعتقد انه يمكن انه سندخل فيعني بس قبل ما نقول انه اعتقد انه اه الدولار الان يقترب يقترب الى نهاية اه قوة الى اخر ايامه القوية واخر اسابيعه القوية في هذا العام. اوكي? ولكن اذا بتداولوا انه دولار وسبعة وتسعين ولا دولار انه الظروة هذه هذه ليس بس يعني ليس غلطة مطبعية. دولار وثمانية وسبعين وهنا في مؤشر الدولار عندكم النقطة هذه تمثل حوالي تسعة وتسعين واربعين. الان خلينا نشوف مع خطوط الفيبوناتشي والاخر. هل في ناس يمكن ان يقولون فيه هناك كتفين ورأس? ولكن لا اوافق مع ذلك. هذا رأس. هذا كتف وهذا كتف يعني هذا انا عمري ما شفت يعني كائن حي عنده كتف زي هيك. اه ولكن اذا ندخل في الاسبوعي. بدنا نشوف تحركات في المتوسطات ان المتوسط الخمسة الميت يوم. وهذا طبعا يعني يمكن ان يقال به انه هو متوسط موت. لكن نعتقد انه السبورت الجاي القوي لازم يكون هون. الدعم. فسيكون قريب على متوسط خمسة خمسين اسبوع ومئة اسبوع. طيب هل في عندكم اسئلة الان? عن اليورو? أوكي. اه الذهب. أول شيء اللي كنت أقول عليه إنه نقطة الستة وسبعين بالمية زي ما شفناها في الدولار مقابل الين هي واضحة يعني من هون لهون عندكم ستة وسبعين بالمية ونحن تكلمنا عن الأشياء هاي يعني إذا بترشوفوا بالعمت باللقلة العربية اللي كتبناهم بال كتبنا على الأشياء هاي بتروحوا على العمت والكالندرز وهذا طبعا القسم المجاني في الموقع أشرف العادي دوت كام وكتبنا على نقطة ستة وسبعين بالمية في الذهب وفي الفضة طيب يعني ما لقيتها لكن رح نلقاه ويمكن نلقاه مرة تاني طيب فبنفس الوقت لما تلقوا إنه خط الفيبوناتشي ستة وسبعين بالمية متواجه مع الخط الدعم فهذا قوي كتير هذا كتير مهم أوكي الآن لما شفنا الهبوط هذا الهبوط المؤقت في هذا الأسبوع تم احترام الدعم السابق ولا المقاومة السابقة ولكن كمان مرة أخرى كما تكلمت عن الدولار وعن اليورو إنه من ناحية الزخم لسه أعتقد إنه رح يكون فيه هناك هبوط متطلب هبوط قبل ما ندخل في عملية شراء لأنه إذا بتشوفوا في الزخم هنا وهنا لسه الحالة متدهورة والحالة لسه بدها وقت فالسؤال إلى أين سيكون هذا الارتفاع المؤقت أو لا فيمكن فيه هناك احتمال إنه سيتم هناك اختبار 1218 1219 مرة أخرى وبعد ذلك ننزل وأعتقد إنه المرة الثالثة رح تفشل ورح يكون فيه هناك محاولة اختبار 1180 وبعد ذلك سنرتفع وأعتقد إنه هذا هو السيناريو فلا أعتقد إنه وإذا سيتم كسر 1220 طبعا رح نشوف 1237 أوكي وبعد ذلك بعد ذلك فالقيعان يكون يبقون تمتفعين وأعتقد إنه في نهاية المطاف إنه إذا الواحد ما بده يصبر وما بده لا يريد يعني أن ينتظر لهذا التراجع التكتيكي ولا هذا التراجع التصحيحي ويريد أن يضع شيء في السوق ليمثل شراء الدهب أو الفضة فاتفضل لكن لا تفتتح الأمور بحسابات ولا برصيد عالي والناس اللي يقولوا إنه أنا أفضل ليش لأفضل الفضة على الذهب تقنيات تقنيات تشوفوا تقنيات الذهب تشوفوا كيف تقنيات الفضة وشوفوا كيف تقنيات الذهب والناس اللي يقولوا إنه وين الكلام هذا ف يعني إنه تشوفوا إذا الذهب ما في ظروة هنا الظروة لسه ما تم اقتبار الظروة الثلاثية الذهب ولكن هنا في الفضة شوفوا كيف الذهب لسه هنا فيه هناك يعني resistance ولا هناك مقاومة ولكن في الفضة تم الكسر ومن كان يتابعني من زمان كنا نقول إنه في الحركة الارتفاعية في المعادن نفضل الفضة على الذهب وقلناها من زمان يكون أسرع في الطلوع برافو عليك خالد وإنت وإنت بتتذكر والدليل هنا إنه إذا منشوف الدهب مقابل الفضة فعمنشوف ماذا يحدث هنا أشياء كثير مهمة هذه الآن إذا أنت خايف إنك ضيعت القطار فات عليك القطار في شراء الفضة وقلناها هذه وهذا قلناها للمشتركين وفي فيديو المشتركين إنه لسا تنفضل الفضة على الذهب والآن إذا فاتك القطار وإذا أنت قلق إنه فاتك القطار فكمان نفس نفس الفكرة إنه ابدأ برصيد صغير وحطه بالذهب ونساه لكن الإغلاق اليوم رح نشوفه رح يكون كتير مهم الإغلاق فوقه متوسط متوسط الميت يوم المشكلة إنه هل سيتعرض الفضة إلى انخفاض كتير حاد بعد الفائدة غدا فهذا الكسر متوسط الميت يوم أول مرة من شوفه الكسر الناجح آخر مرة حاولنا كان في شعر 11 العملي فات وآخر مرة تم كسر متوسط الميت اليوم لا تقول لي إنه هذا لا تقول لي إنه آخر مرة قصرناها كنا هون لأنه هذا ليس قصر هذا قصر تحتي وكنا فوقه فهلواحد لما يقول إنه أول مرة قصرنا الأخضر منذ عشرة هذا غلط لأنه هذا لا يعتبر قصر كنا فوقه لما نكون فوقه هذا ليس قصر آخر مرة كان حدث قصر إيجابي هذا هو الوحد يجب أن يفكر فيها هنا هنا أوكي فبراير العام اللي فات يعني يعني شو ثلاثمية ثلاثمية وأربعة وستين يوم صح أو لا هون واحد يناير واحد وثلاثين آخر مرة كان قصر ارتفاع قصر إيجابي للدهب في متوسط الميت يوم كان هنا فبراير أربع يناير واحد ثلاثين يعني عام وهذا الاتشارت اليومي الآن خلينا نشوف الأسبوعي وفي ويمكن أن تقول أيضا في هناك نموذج فني إيجابي آخر وهو سيدات يسارتي إنه ما هو النموذج الآخر قلوا لي أنا عارف إنه الأول فيكم اللي رح يجاوب رح يعطيني الجواب الصحيح فضلوا أول واحد اللي رح يعطيني الجواب رح يعطيني الجواب الصحيح خلينا نشوف الجواب دابليو ولا هيرن شولدر ولا كتفين ورأس يمكن أن تقول إنه الكتفين لأنه هذا كتفين ورأس منعكس فيكون إيجابي الرأس الكتف الكتف وإذا يكون هذا كتفين ورأس منعكس فيعني فهذا إذا الكتفين يكون يكون تمرتفعين أوكي وإذا هذا يمثل العنق على سبعتاش وتسعتاش وهذا الرأس خمستاش وستين أوكي خلينا نقول خمستاش وستين وهنا نقول إنه سبعتاش وعشرين أوكي فنقول إنه زيد عليها تنين تسعت أوكي خمستاش وستين سمحونا آآ سبعتاش أوكي يعني عم نقول إنه حوالي رح نوصل إلى حوالي تمنتاش وخمسين تمنتاش وستين هل هذا معقول خلينا نروح للأسبوع هذه هي الضروة والعروة والكوباية اللي كنا نتكلم عليها هنا وصلنا إلى العلامة الاستفهام تم كسر متوسط ميت اليوم كتير مهم ولكن وصلنا إلى كتير قوي والتريندلاين هذا إذا سيكسر عندك متوسط 200 أسبوع ولا 200 أسبوع ولكن بنفس الوقت إذا رح نحط ريتريسمينت فالتراجع الفيبوناتي يقول لك إنه الآن أوكي في عندنا تريندلاين ريزيستنس هذا المقاومة وبعدها عندكم 38% لا أعتقد إنه رح يلعب دور كتير مهم أوكي نعتقد إنه 50% هو النقطة القوية اللي رح تكون لأنه 50% اللي هي 18 و40 50% وعندك هنا عندك الدعم والدعم ولكن فعندكم إنه 18 و15 و18 و40 اللي هي النقطة الحاسمة اللي رح تيجي للأسف كنا بيعين استرليني مقابل الين مرتين بعناه مرتين وتعرض الستوب وبعد ذلك بعدما تعرض الستوب نزل استرليني مقابل الين بشكل حال هون استرليني مقابل الين وهذا هو السوق الدخول التحليل مهم الفكرة مهمة ولكن إذا الدخول يكون سيء فهذا لا يعني أي شيء وإذا نشيل كل هالأرقام فاسترليني مقابل الين للأسف إنه احنا بيعنا على 141 وبعدين طلع على 149 وضرب استوب وبعدين نزل فالآن لا أعتقد إنه في هناك مجال للبيع ولكن قبل أن ندخل في على المؤشرات أقول إنه في إشي كتير إيجابي هنا في استرليني مقابل الدولار ولا أريد أن أتكلم على الأساسيات الآن لا أريد أن أتكلم عن البريكزيت وإلى آخر والآخر ولكن أريد أن أقول الآن إنه استرليني مقابل الدولار الفنيات صارت كتير متحسنة فلا أعتقد إنه سيكون هناك أي مشكلة كبيرة في استرليني ماذا سيحدث هذا الأسبوع إنه في كتير كلام الأسبوع هذا عن عن في كتير كلام عن القرار البنك المركزي الأميركي اللي رح يجي يعني غدا غدا بعد 24 ساعة من الآن لأنه الآن الساعة عشرة بتوقيت عشرة بتوقيت السعودية و وعندك الوظائف الأمريكية ولكن يوم الخميس يوم الخميس في أشياء كتير مهمة من بريطانيا وهو التقرير تقرير التضخم الرابع السنوي من البنك المركزي الإنجليزي الذي سيستر وسيقول لنا ما هي آخر مراجعات الاقتصاد والنمو والوظائف وتضخم من قبل البنك المركزي الإنجليزي وهذا رح يكون كتير مهمة بعدين رح يكون فيه هناك خطاب لمحافظ البنك المركزي الإنجليزي وهذا كل ذلك سيأتي ساعة خلينا بس نتأكد امتى كل هذا سيداتي وسارتي سيأتي اعتقد سيأتي الساعة ثالثة بالعصر بتوقيت بتوقيت السعودية خلينا بس نتأكد قرار البنك المركزي يوم الخميس هذا سيكون يوم الخميس ايوة كمان الساعة 12 فكل شيء قرار البنك المركزي الإنجليزي سيكون في أي تغيير ولكن هو يوم الخميس الساعة ثلاثة بالعصر بتوقيت السعودية غدا فيه هناك أرقام كمان جيدة يعني مهمة للاسترليني غدا الساعة 12 ونص بالظهر بتوقيت السعودية والمانيفاكترين مؤشر الصناعي لبريطانيا متوقع رح ينزل شوي من 6-50 إلى 5-50 فاصل أوكي ولكن الإشي اللي اللي لافت نظري هو الإسترليني الحركة هذه لافت كتير نظري يعني على الشهري ويمكن أنه رح يكون في كصر كتير مهم هون أوكي لهذا القناة فتم كصره والآن السؤال هل سنستاز إلى 28 وفيه هناك احتمال فأعتقد أنه يمكن سنصدر صفقة شراء مقابل دولار في الأيام المقبلة فحذاري في للمشتركين ورح يجيكم بالاسمس ورح أبعتها بالتغريدة بالتويتر وبالإيميل يا شراء الفضة كما قلت نصيحة نعم نعم تعرف أنه أنت متعرض إلى مخاطر الإعلان البيانة البنك المركزي الأمريكي والوضواء فيمكن أنه يكون هناك هبوط يعني 20-30 دولار فمن شان أنت لا تتعرض لأشياء هاي فلازم تعرف أنه سيكون في هبوط بعد ذلك بعد يومين ثلاثة أيام بعد أيام فلما تبدأ لازم تفتح برسيد صغير أوكي ولما الواحد يقول لك أنه حان وقت الشراء لليورو وللكندي وللآي بي أم وللآبل وللتويتر وللسابك لما الواحد يقول لك حان وقت الشراء ومن أحسن الطرق لتدخل فيها يعني تفتح عدة عدة صفقات شراء وليس في سعر واحد أوكي فمش لازم تعتبر صفقة شراء هي صفقة الوحيدة في حياتك التي ستقرر مصيرك لا لأنه يمكن العبقري اللي أعطاك الفكرة يمكن تكون فعلا فكرة عبقرية وفكرة جيدة لشراء فيسبوك ولا سابق ولا الدولار ولا اليورو ولا الذهب ولكن بالصعب أنه هذا اللي رأعطيك الفكرة أنه رح يعطيك أنه توقيتها توقيتها رح يكون سليم ومعرفة يعني اختيار التوقيت هذا كثير صعب وياما ياما فيه ناس اللي قالوا أنا أعرف أنه الذهب طالع ولكن فاتهم القطار والناس يقولوا أنا عارف أنه الدولار نازل وبدأ يبيع لكن خلينا أسنى أسنى وقت وفاتهم القطار وفيه ناس اللي ما يفوتهم وفيه ناس اللي ما يفوتهم ويدخلون في القطار والقطار لازم يرجع خمسة محطات قبل ما يطلع ولكن مش رح تخسر مصاري رح تخسر وقت ولكن لما تشتري تشتري الدهب على 1200 1210 وبعدين ينزل إلى 1170 وبعدين عاود يطلع إلى 210 ضيعت وقت وضيعت مصاري ولكن يعني ضمنت إنك دخلت في السوق فهذه هي المخاطر الآن إذا أنتم مش داخلين بالفوتسي ففيه الفوتسي والداكس اليوم رح ندخل في صفقة الداكس اللي حنتكلم عليها فخلينا نبدأ بصفقة الداكس اليوم لا خلينا نبدأ بالفوتسي لأنه الفوتسي فتحناها من قبل فالفوتسي كما قلنا إنه الجريفستون دوجي وهذا أسبوعي والتحليلات الأخرى التي قلناها من الأسباب التي أعطيناها لبيع الفوتسي وهي كانت في إنه إنه أول إشي في عدة أسباب ولكن إحنا دخلنا بسبعة ألاف ومتين سبعة ألاف ومتين وعشرين بعنا فبعنا هون الآن لماذا في هناك عدة أسباب قلنا أولي شي لما بعناها قلنا إنه لما كان لما الفوتسي يدخل في أرقام قياسية وبعد أن ينزل أكتر من 2% بعد رقم قياسي بعد ما ينزل 2% مستحيل إنه عاود يمحي الـ 2% ويطلع ويرقل إلى رقم قياسي جديد وشفناها هذه عدة مرات وتكلمت عليها في فيديو المشتركين فيديو المشتركين الذي أطلعه في كل يوم كل أسبوع إذا بتلقاه هنا تروح أشرف العادي دوت كوم وإذا عندك يوزر نيم وباسورد إذا أنت يعني دفعت رسوم الاشتراك فاليوزر نيم الباسورد تكون ناصحة تكون يعني صالحة للدخول وعندك أشرف العادي شاشة أشرف العادي تدخل هنا وعندك هنا كل الفيديوهات الآن في هناك حكمة أخرى ولا قاعدة أخرى القاعدة الأخرى يا سيداتي وسائلتي إنه القاعدة الأخرى الذي قلناها إنه في تاريخ الفتسي ولا في آخر 15 سنة مستحيل سمحونا إنه الفتسي يبتعد يبتعد أعلى من ماش إلى 15% فوق متوسط 200 اليوم فكل ما يبتعد أكثر من 12% من متوسط 200 اليوم رح يكون في نزول فالضروة هذه 11.97% وبعدين هبوط الضروة هذه 12.30% من متوسط 200 اليوم الضروة هذه 10.3% من متوسط 200 اليوم هل وصلتكم الفكرة وهذا التحليل الفني هذا يعني ليس له كتير شعبية وليس يعني ناس ما بتكلموا عليه كتير ولكن هذا إنه الناس يشوفوا التحليل ويشوفوا المتوسط 200 اليوم وال55 اليوم ولكن يعني بعرفوا يتبعوا المتوسط ولكن الواحد لازم يدرك كيفية استعمال المتوسط من ناحية الابتعاد السعر من المتوسط وليس فقط التدبذبات بين المتوسطات هل عندكم أسئلة طيب كيف الصوت الآن هل الصوت واضح بس ممكن بس كيف الصوت الآن إذا ما في جواب للسؤال هذا فأعتقد أنه ولا واحد ما ما عم بيسمعني طيب أوك فهذه هي الفكرة الآن إذا نشوف من ناحية الزخم فهو فاعم نشوف أنه آآ استوكاستيكس نازلة و ولذلك الأسبوعي يقول لنا أنه الظروة السابقة اللي هو هنا رقم القياسي السابق والسابق الآن حان اقتبار هذا الرقم وعلى الرغم سيداتي وسائلتي من أنه الكاش أغلق على سبعة تلاف ومية الآن الفيوتشورز والعقود الآجلة في الفوتسي حاليا على سبعة تلاف و مية وطلتاش أي مية وطلتاش فنعتقد أنه الاستات نبعاد الاستات نبعاد على المتوسط المتين يوم وهذا اللي ما حدث لما كنا لما بعدنا على المتوسط أوكي يعني يمكن أنه نزل نصف المسافة فإذا بعدنا 11% ننزل 5% وال4% وهنا بنفس المجال فيمكن أنه السبعة تلاف سبعة تلاف ولا سبعة تلاف ولا ستعلاف وتسعمية ستين يمكن هذا يكون من الهدف المحقق أوكي أما في أربعة أربعة أيام أربعة جلسات نازلة في الداكس وعلى رغم أنه سنقترب إلى نوع من الدعم هنا فإذا ننظر هنا في الأسبوع نشوف أنه شفنا واحد تنين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية السبيع مرتفع على التوالي وآخر مرة حدث ذلك كان في ألف و أربعة ألف وخمسة ألفين وخمسة أوكي والآن الشمعة هذه تسمى بالياباني بالكاندلستيك يعني يمكن أن تسمي هارامي بيرش هارامي أنه الشمعة هذه داخل الشمعة السابقة والسمعة هذه لما تكون داخل الشمعة السابقة وبنفس الوقت الشمعة هذه تكون سلبية فيمكن أنه سترفع الاحتمالات أنه سننزل إلى ألف إلى أحد ألف واربعم وثلاثين وبعد ذلك سننشوف ولكن من حيث تصرف ال فهذا يمكن يقول لنا أنه سيكون هناك هبوط متواصل كما رأينا في هذه الحالة هنا أما في أما من ناحية الأساسية من ناحية الأساسية فلما يتدخل دونالد ترامب في عملة ألمانيا ويقول أنه في عملة اليورو ويتدخل في مع اليورو ويقول أنه أنا أتهمكم أنكم تخلوا اليورو يعني تمون خفز زيادة على اللزوم فهذا يزيد على الضغوط على البنك المركزي الأوروبي أنه يبدأ ويقترب نحو العملية نهاية إنهاء التيسير الكمي وهذا إيجابي لليورو فهذه هي الفكرة التي تأتي فالصفقة قلنا إنه في الداكس عندنا صفقة الداكس وعدنا بيع 1585 ورح نستهدف 1130 ولكن يمكن إنه سنغلقها حتى إذا بنشوف ربح 200 نقطة 200 نقطة أوكي مش لازم نسوي المشكلة اللي سوناها مع الدولار مقابل اليان إنه كنا شارين 114 وعشرة ولما وصلنا 150 ما أخذنا الربح فيه عندك في النفط وهنا عندك في النفط فيه هناك هالأشياء يعني شوية غريبة عم تحدث لأنه إذا مشوفه في الأسبوع لساته يحترم الدعم السابق أوكي الدعم السابق اللي هو 50 وكل ما يوصل إلى الدعم السابق يكون فيه هناك يعني قفزة ولكن بنفس الواقت إنه منشوف تصرف استوكاستيكس ولا الزخم وهذا يقول لنا إنه إذا نروح في الأسبوع في الشهري التعب بدأ يكون شامل ومتواصل والتعب هذا اللي عم نشوفه في الزخم عم نشوفه هناك كيف يضع مركز في السعر والسعر الخط هذا له أهمية إنه التريندلاين هذا يبدأ من المقاومة 2006 ويتصل إلى الخط هذا وبعدين يعطينا المقاومة هذه وبنفس وبنفس الوقت فتم فشل كسر المقاومة هذه ولكن بنفس الوقت عدنا التريندلاين سوپورت سوپورت كتير مهم من 1998 اللي هو الدعم الخط الدعم هذا الذي يربط إلى كل القيعان هذول ويصبح الآن مقاومة فعندكم الأوفرلاب ولا الاتصال ولا الاقتراب هنا في بين 51 و52 رح يكون هنا في صراع بين الشراء وبين البيع فرح تكون صعبة ولكن الكندي كعملة التي تكون جزئيا معتمدة على النفط فالآن يعني من العملات يعني اللي أكتر فوز يعني مقابل الدولار ولكن بنفس الوقت في الدولار مقابل الكندي تم هناك قصر مرة أخرى والقصر هذا أتى عدة مرات في هذا الشهر في الشمعة الشهرية أتى عدة مرات وبعد أن تم هناك ارتفاع ولكن يقول لنا أنه سننهي الشهر تحت الخط السبورت الخط الدعم ولكن بنفس الوقت لسه سيتم احترام الدعم هذا الدعم هذا المقاومة هذه الإغلاق هذا فلسه لم يكن هناك النهاية ولكن إذا نبحث على كتفين ورأس كتفين ورأس هنا عندك الرأس فلا أعتقد أنه في عندك كتفين ورأس ولكن الكصر التحت متوسط المتين اليوم هذا له أهمية كبيرة وأريد أن أقول لكم أنه في الأسبوع يوم الجمعة هذا مش راح يكون فيه وظائف وظائفنا الكندا راح يكون فيه وظائف إلا من أمريكا فأعتقد أنه يمكن هذه ستسهل الأمور يعني في الكندي أنه راح بس نركز على الولايات المتحدة ولكن الكصر هذا من ناحية المتوسط كتير كتير مهم ولكن من ناحية السبورت هنا فلازم يكون عندنا وقت أكتر دولار وثلاثين دولار وثلاثين ونعتقد أنه لسه فيه هناك فرصة للشراء خلينا نشوف إذا عندكم أسئلة أخرى طيب إذا عند يعني أي أفكار على المدى الطويل لستني مع الذهب ولستني مع الفضة إذا ما في أسئلة أخرى حان الوقت لإنهاء هذه الندوة وكمان مرة أخرى رح نحاول نحط التسجيل في الموقع عشرة في العايد وأيضا على موقع شركة أوربكس شكرا لكم ولا تنسوا غدا أول شيء الساعة 12 عندكم مؤشر القطاع الصناعي في بريطانيا وبعد ذلك عندكم 1.15 عندكم 4.4 بالعصر 4.4 بالعصر بتوقيت سعودية مؤشر الوظائف على المدى الخاص في الولايات المتحدة وبعد ذلك عندكم طبعا قرار المنك المركزي الأمريكي الساعة العشرة مساء بتوقيت سعودية شكرا لكم شكرا على حزن انتباهكم وبالتوفيق شكرا